يعني ايه؟ يعني لقد قدم الحلقة لا توجد هذا الكلام انت تقدم الحلقة ليه اصلا هو انت كل مرة اللي هتقدميها ايه على فكرة عادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام فتتخنقوا لانتو الاثنين فيه ايه يا راكي اقسم لك بالله ما اقول لك غير كلمة واحدة اهربي يا ننس يا مغربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم من ده؟ مرهوم كان هناك أحد يتحدث عن سوش تربي هل يتحدث عن سوش تربي؟ لا وحلقة جديدة من برنامج يا ناينس معنا نسي المغربية وأحمد البيتول وأعتكوا أننا لازم أجيبت معايا تاني عبد الرحمن لأننا لم نعرفنا شيئات كثيرة قوية عن عبد الرحمن وما نعرفته وبدأ إزاي أول ما بدأ في البيئة وعمل إيه في حياته بدأها على طول في تأليد مثلا أو بدأ أنه يعرف أنه عنده صوقات صوت ذاك عبد الرحمن الأول ذاكي نسي أخبارك إيه؟ الحمد لله مش ملاحظة أنه يصدف برضو الحلقة الثانية بقى جايبة نفس الطاقم هو وش حلو عليا مش أعلم حاجة لك معايا هو وش حلو عليا مثلا لما تش إنتاج نجيب لك إنتاج أسروف عليا لو البيئة ومسي يكسب ومساك تعالى عبد الرحمن الجديدة أنا عم تقولي الإزاي حتى لو دلاش بقى عمل إيه أنا بحب مكالة البيئة ثلاثي بقى حلقة ثالثة هجينا من نفس الطاقم ما منديش مشكلة إن شاء الله أجيب خيش اتخذ بالك كلم ده على مسائلك الشخصية أنا أحترابي لكل الناس بيئة أهم حاجة الصوت أهم حاجة الصوت إحنا مش بنكسب فلوس على قد ما بنكسب خبرة ومهارة أكيد طبعا تحياتي طبعا لكل زمالي الجمال الجمال جدا والشاطرين جدا أكيد طبعا أحلى تحيات في الدنيا للبيئة كلها للناس كلها بقى يعمل فلوس الكلمة طيبة طبعا عبد الرحمن أنا عرفت منك أن أنت أول ما بدأت خلينا كده قبل المبدأ الحلقة عيدة أبدأها حاجة طويلة أول ما بدأت عرفت أن أنت أصلا كنت عرفت موهبتك من الشيوك كنت تحفظ القرآن وأن أنت من حافظ القرآن ربنا يحميك ويحفظك يعني وعرفت أن أنت كنت تجيب نفس طبقة الشيخ اللي أنت تسمعه طبعا هنا عرفت أن أنت عندك عندي مساحة صوت مساحة صوت مساحة صوت التكنيك الخاص بالفيئة أو الأداء الصوتي الخاص بالفيئة ما كانش عندي علم أصلا بالمجال أو عندي علم بالموهبة هو إيه الفيئة أو كان في دماغي أصلا مجال الإعلام أو مجال التعليق الصوتي من البداية فأنا كان نفسي يعني والدي ربنا يبريك لي فيي يا رب يا رب كان نفس وأننا نطلع دكتور بشري وقعت ثالثة سنة ومرتين عشان أحاول أجيب مجموع بشري لكن من ربنا ما كانش عيد فدخلت اقتصاد الإنجليش يا ما أهلنا بيبو عادينا حاجة ونحن مروح أنت تانية خاضر فأنا كنت اقتصاد وعلم سياسية الإنجليش فالحمد لله الحمد لله وما تفوقت فيها الحمد لله كنت تطلب المثال على مستوى كلتي وعلى مستوى الجامعة بلت نفسك الحمد لله هذا أهم شيء عندي برد أنت هربت من أنت كنت بتقلد طبعات الشيوخ قلت لك خلينا نتبقى الحلقة بيها فأنا كنت أختار شيخ أنت بتحبه وقل لي آية بس عادينا نسمع صوتك في القرآن هو فيه شيوخ كثير جدا طبعا أنا سيئ زي أي شد لما حبيت أسمع الأصوات التي بدأت تجي على ودني في السمع كانت أصوات الشيوخ السعوديين مهر المعقلي ناصر القطامي ياسر الدوسري إدريسا أبكر أبو ذكر الشاطري السوليس والشريم فارس عباد خالد عبدالجليل هزعل بلوشي كانت كبيرة جدا كنت أصلي بمساجة فرمضاني من هنا بدأت أكتشف أني عندي طبقات صوت إذا كل حد أسمعه بجاء أسمع للشيخ بتاعي نفس طبقة الصوت غريبة أنا مش عارب بس يعني خليني ممكن أقول أبدأ بالشيخ ناصر القطامي شيخ ناصر رم من الشيوخ المعروفة جدا وصوتها في راحة ممكن حضراتكم تكونوا عارفينه لأنه صاحب الأدنة المشهور قوي لهو بيقول الله أكبر الله أكبر ده الشيخ ناصر طبعا صوت في القرآن جميل جدا شيخ ماهر المعاقلي إمام الحرم المكي يعني من عمالقة القراء طيب شيخ ماهر لو إحنا قلنا له مثلا الفتحة بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بها الحلقة كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين أمين سلام الله الرحيم أدي يسوت الجميل أمين 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 أنا عايزه يبتدي بمتحة شلبي كابت المتحة شلبي كابت المتحة شلبي كابت المتحة شلبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بداية اللقاء أريد أن أشكركم جدا أقسم لك بالله دخلت الستوديو قابلت موزيعة جميلة جدا نانسي المغرب يخرب عقلك يا نانسي إجابات إيه؟ وأسئلة إيه؟ روعة الروعة قعدت شوية قابلت أحمد الجسوء وموزعم له رأكشاناته ينهرب عليه رأكشاناته ينفها لف الجاتو حاجة روعة الروعة الله أكبر ربنا يتملكوا البرنامج ده على خير على خير إن شاء الله يا رب بس أبوحة فينا زعلان؟ من إيه؟ من إيه؟ ست الكل أريد تقلده في البرنامج يا جماعة مبدأ آيان كده أقسم لكم بالله واش كده على الكلمة التي قلتها عندك ترميسة مهيسة في الدماغ الدماغي واش كده على طول أقلدك في البرنامج؟ أنا عندي برنامج مش زي؟ مبدأ آيان كده ما تقوليش مش زي؟ عشان أقسم بالله ممكن أعمل معاك الجلاشة تعادي بالعاف اللندي لا في حدي يخض حدي كده عمي أنت عمي أنتي إيه؟ تخضي لي ست السقامة ما ثم تقولينا كده حشان الجخ لو هيقوله طبعا الشعر الجميل هيقوله إزاي؟ يعني طبعا الشعر الجخ من الشعر الجمال جدا طبعا ابن بلدي وأنا بعتزة بأن أنا من الصعيد ولكن أنا مش من هوات الشعر فمش حافظ شعر لهشام الجخ ولكن هنحاولنا ارتجل نحن لا نقول شي شعر حلينا في نطاق برنامجنا يانا يانتي حلينا أقوله الراجل ولا الست مين يكسب؟ طبعا الست تكسب يلا نخش في الجدان الراجل بقى وخش يلا تفضل ياد يعني ممكن لو هنقوله حاجة نرتجل جيت جيت في برنامج خطير جيت جيت في برنامج خطير جابلت موزيع كبير جابلت؟ موزيع كبير مع موزيع بتقولي وبتقولي زميلتي قوعي تهربي كنتي مش عارفاني ده أنا ننسي المغربي فسألها فسألها وأنا سألتها قلت لها بتاعك تسوجي أحسن من الله لا جالت لي لأ أنت فاكرني الموزيع أحمد الدسوي الله الله أنا مش موافقة أنا مش موافقة أنا أريد أن تغني لكي نفرفش الحلقة قليلا ما تسمعنا شيئا لمحمد فؤاد أي يلا بينا يلا بينا تقولي على الوطر الحساس أنا أريد أن نسمع أنا أريد أن أقولك أن محمد فؤاد هو المطرب المفضلية ومن كتر ما أسمع لمحمد فؤاد فأنا صوتي كرف على فؤاد وأنا أغني أي أغنية معلومة لك يا نانسي أنت وأستاذ أحمد أنا بدايتي بعد ما فشلت في معلومها الطمب ربنا رسوح الله تعالى كان يدي لي مهدت الصوت فكان حلمي أن أنا بقى أطلع مطرب بقى أنا تقاول الشوت تقاول الكاميرات فربنا بقى رح حرمني قال لي تبقى الصوت بقى خليك ورا المايك ما فيش كاميرات أصلا لا لا بس ربنا بقى كاميرات أصلا صوتك ده كنز الناس كلها تعرف مين عبد الرحمن لكن أول مرة يمكن ما مش بيبعارفينك مش عالفين الشكل لكن مع الاستمرار عرضك في الظهور بأضطر أن أنا ماشي في الشارع طول ما أنا ماشي باتكلم لا استمرارك في الظهور عادي تبقى معروف صوت وصورة فشيء جميل ده شرف لها لو أنت شخصية محترمة جميلة واحد تشرف بجد 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 بأن تظهر معك يلا غنيلنا طيب نسمع لي محمد فؤاد يعني أنا عارف أحمد بيحب الحب الحقيقي أنا عارف الموضوع ده بالنتام أنا أدري وأنا مش عارف أنت بتحبي إيه بس خلاص سمعني الحب الحقيقي أنا غني الحب الحقيقي ناخد كوبلين هكده بسرعة محمد فؤاد طبعا لي كل احترامه التأدير أنا قابلته من فترة وخيه تعاون إن شاء الله مابلنا في البيئو وسمع صوتي كمان قال لي أنت أفقش على صغير طيب أنا لو هنغنيله محمد فؤاد عنده لازم دايما أنا لازم أعيد أعيد أنا ممكن نقوله أعيد أوعدني لنكي ونتقلم ولا نعرف حيرة ولا فراء أوعدني إن أنا وأنت نعلم حكايتنا لكل العشاء أنا عايز أكتب أنت زماني ومكانك في الدنيا مكاني كل ما أقول لك عاوز تاني من حبك تسئيني هو دا أيوة دا هو دا الحب الحقيقي هو دا أيوة دا هو دا الحب الحقيقي الله أيوة با أيوة با أيوة عاد الواهلة غمد عينك كده لأي نفسك قاعد مع الفنان الجميل بحامة وقال أنا عايز للسؤال أنا كل ما أفتح الجي بي اس أنت اللي بتطلعني لا أفعل الجي بي اس أنا نقص يتيمة أنا نقص يتيمة أنا بمجرد ما أتكلم مع حد مثلا وتيجي صرت إعلان معين ومذكر إسم الإعلان في إعلانات كتير كان بتنزل كتير قويت تزعى كتير قوي فنبقى قاعدين فيسمع إن أنا عن إيه يتحول علينا 80 درجة هو أنت؟ بجتمع كده الموقف سريعا كده كنت قاعد في قهوة أنا محبي القهوة البلدي فقاعد في قهوة كده مع صحابي بتاعه كان موقفش الأهلي والزمالي فالناس بصوبة طليب حاجة كده قدام يعني كان راجل كبير كان إعلان عقارات معروف جدا والفيو كان شغل كتير كتير قبل المباراة فالراجل بيقول إيه راح شاتم يخري ببيت كذا 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 زهقتونا فبصت للراجل حاجة طبعا أنا لو حلفت لك إنه ده أكل أي شيء قلت أنت تصدق لي قلت أنت تعرف المتخلفين دول؟ قلت له والله أبدا ما أنا شفتهم أحيانيش دعا الناس فهم أن المجال سهل جدا بالعكس وهو صعب قوي يعني أبصت حاجة إن أنا النهاردة كفايس أوفر بمجرد ما باخد دول برد أو زكان أبصت حاجة أنا بركة أطبعا بيتعطى لشغل ناس تانية كتير جدا طب تقدر تسمعنا لا 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 والشيخ عمر خالب هيداعينا برنامج كده ينجح ويفلد في نجاح النجاح هيقول أنا ازاي يعني ممكن نقولها بسم الله محمد راحيم والصلاة والسلام على الأشوى في المبسلين النهاردة هتكلم عن تلات حاجات تلات حاجات يا جواعة الحاجة الأولى مش فكرها والحاجة التانية قلتها في بوامج كتير مشا внутعرك Dynamic وضع عليك الله أكبرزكي الحاجة التانية يا ج으니까 النهاردة كنت في البرنامج إي أنا يا أنت شوفوا أحلى حاجة في البرنامج ان ما فيوش حرف زي ان ما فيوش حرف زي عشان اقولي يا نا يا انت كتير بجد الله اكبر ولكن ببنا كرامي النهاردة ان انا اطلع مع الموزيع الجميلة نمسي مغربي بقول موزيع الجميل احمد الدسوق بس هو جميل عشان احمد الدسوقي ما فيوش مغربي شو يا ربي يكرمك يا حبيب قلبي انا اصبر بس اصبر بس الهو يخلص اصبر عليك لا بس صراحة الله ما فيوش اكبر عليك يعني احنا كنا عمانين نتكلم مع بعض النقل الموسيكيين حقيقة اتمنع حقيقة اتمنع انا بغنيش كالكال عشان انت بتقولي احمد الدسوقي احسن والمغربي عشان المغربي حطر ايه طب يلا اتفضح اكت اتمنع اعمل بي او والغنى حالة اتفاضح طبعا اننا الناس كتير قبلهم ايه الفنانة نشاكر متواجد معنا ناس كتير عرضت علي ان اخش مجال الغنى وناس كتير عرضت علي ان انا لو دخلت مجال الغنى هنجح اه هتنجح بس انا عندي سؤال بجد بقى مهم في الحتة دي انت دلوقتي كفي او او كان انت عندك كذا طبقه في صوتك انت بتجيب اصوات الفنانين لكن انت كعبد الرحمن عندك صوت مميز ليك تعرف تغني به ايه طبعا ايه طبعا انا عايز بس قبل مجاوبك على السؤال انا هقول لكم على معلومة ممكن حضراتكم وكل اللي هشوفي فيديو هيتجئ اولا ولا صوت من اللي انا عملته هو صوت الحقيقي للشخص اكيرا انا لدينا حاجة اسمها بصمة صوتية فالبصمة الصوتية مثل بصمة الايد ولا حد بصمة ايجو زي التاني مهن المكان فهو الفكرة كلها ان العقل الباطن عندما يأتي يسمع الصوت انت مقرب للصوت نسبة 60% فانت عندك مساحة صوت ايه بالمناسبة عنده مساحة صوت كويسة حسب بقى المساحة حد مساحته صغيرة اخد مساحته كبيرة فبيقدر يلعب عليها كده بيعرف يغني قصمة منير طبعا بيه كل احترام التقديل بيغني اه طبعا فالعقل الباطن عندك يقولك انا الصوت ده حاسه قبل كده ان انا سمعته فهيبدأ يديك اشارة ان ده الشخص اللي اسمه كذا فانت تقول ده صوت كذا فهو الحقيقة ده مش صوت ولو عزلنا قارن ده فعلا شغل صوتين جنب بعض هتعرف الفرق هم حفظ الفرق ميسي اوكي عموما انت رابط على السؤال ولكن لو صوت فيه ميكساج ميكس وماستر ممكن اوصله للحقيقة ثم معنا يعني الله اكبر عليك يا حبيبي الله اكبر يعني انا النهاردة جاي يرقي وبكرة جاي يغني هو انتو لسه بتسألوا رأيي في برنانكو ايه لا يا حبيبي اتطلنوا الجواب عندي تلاقيه الله اكبر يا حبيبي بالتوفيق 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 كل التأديل إجابة لسؤالك طبعا انا لدي صوت خاص بي في الغنى والحمد لله لوني بعرف استخدمه انت وانا ما بغنيش في العموم وغير في افراح اصحابي بجي كده عملهم وانتين واخلع بالزبط عبد الرحمن انا سألتك سؤال حلقة اللي فاتت مهم جدا لان فيه منشوفنا كتير قوي بتروح تاخد كورس في او قلتلك هل في او موهبة ولا ممكن انا اخد كورس وتعلم وابق عندي طبقات في صوتي وابقى فويس اوفر انا متفقين ان الفويس اوفر بيعتمد في المقام الاول على الموهبة ما فيهش نقاش انت ابقى في او خلي بالك احنا قلنا في مساحات صوت في طبقات صوت ممكن يكون حضرتك كمقدمة برامج او كمزيعة او كممثلة فانت عندك ثبات في الصوت عندك طبقات صوتك مش وحشة تمام تعرف تلعبي بيها انت ممكن تعملي ده وفيه فنانين كتير بيعملوا كده كلمة عبدالعزيز غير وغير وغير وانصابي بيعملوا ده ولكن مقدرش يعلم ان ده هو مؤدي هو مؤدي لك فانت باش في او يعني ردك على السؤال وتسقل بالتدريب والمهارة ننميها يعني عبدالرحمن نورتنا وشرفتنا وكانت حلقة جميلة ومميزة وامتعتنا بالكورآن او بأداءك طبعا في تقديم وتقليد الممثريين المغاليين شعرات يا رب بس ما اترفعش علي حاجة بعد ما اتلعب لا 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 اتلعب انا ما اتلعبتش غير بجد اللي بحبهم كله نزور فزور وكل الناس عرف ونحذر وان شاء الله تكون حلقة جميلة حلقة جميلة نورتنا وشرفتنا وان شاء الله تكون حلقة جميلة خلينا استنتظرونا في حلقة جديدة من برنامج انا يا انت معنا انت المغربي واحمد الديسوي نورتونا سلام عليكم